اشتركوا في القناة لذلك ان شاء الله اعطيكم احسن طريقة يحاولوا تتبوها واعتمدوا عليها لانها مجربة وكان اعطيها لتعلميديا ونحمد الله ركا تلقى واحد الرزلطة حاولوا تخلونا لايك لهذا الفيديو حبسوا الفيديو وخلونا لايك وكذلك بارتاجوا مع صديقاتي لكم باش توصلوا من المعلومة ولأول مرة كيشوفوا هذا الفيديو ينزل تحت منه غير قواحد البوتو مكتب فيه اشترك يحاولوا تضغط عليها وكذلك ما ينساش يفعل زر ديال الجرس لانه هو اللي كي خليه توصل بجامل الاشعارات الخاصة بالفيديو ديالونا دوك بالنسبة للطريقة دائما نكرر بتو الموقف بالمفاهيم الفلسفية ديالو بمعنى كي ننشي مفاهيم اللي كي تعتبروا بحل موقلي بحاول واحد كلمة المفتاحية اللي هما اللي كي خليونا نعرفوا الفيلسوف علاش يضللين على الموقف صفي؟ انا نعطيكم جمع من الامتلة باش تفهمهم مثلا هدنا الشخص هو الويالي هو المحوار الاول دي المفهوم الشخص هدنا السؤال المركزي ديالنا المطروح في المحوار على ماذا تتأسس وياد الشخص دوك شوفوا الفلسفة كيفاش غايجاوبوه وغايعطيونا الموقف ديالو مثلا تجولو غايقولنا بان اساس وياد الشخص هو الشعور والداكرة دوك هاد الشعور والداكرة وما اللي كي تعتبرو كلمة مفتاحية الفيلسوف بمعنى هما المفاهيم المهمين ولي بيهم كيبنين جاوب ديالو على السؤال المطروح في المحوار دوك انتا شنو غادي تدير غادي تدير جولوك وهتحت قدامها الشعور والداكرة دوك هاد الشعور والداكرة دائما نربطها بتجولوك في المحوار ديال الشخص والوياء دوك بها الطريقة هاتيرا كتعقلها للفيلسوف ما كيتنساش عليك دوك هاد طريقة را مجربة تمدع لها إخوان بالنسبة مثلا الموقف ديال ديكارت اساس هوية الشخص هو الفكر بمعنى العقل دوك دائما نربط العقل بالموقف ديال ديكارت في المحوار الاول ديالشخص والوياء بالنسبة مثلا شبنهاور كي ربطلنا هاد المحوار هادا بالإرادة دائما الإرادة عرف بأنه شبنهاور الفكر او العقل ديكارت شعور والداكرة دائما تجولوك مثلا المحوار التاني شخص بس في قيمة هدنا السؤال من اين يستمدو شخص قيمته هدنا الموقف الاول ديال كانت كيقولن يستمدو شخص قيمته من داتي بمعنى العقل الأخلاقي دو كنتم معت عقلوا على العقل الأخلاقي وكذلك الدات دائما عقلوا عليها بالنسبة لكانت لبيها كي يجوب لنا للسؤال المطرف المحور الثاني اللي هو من أين استمدتو الشخص قيمته غوص ضرف كذلك الانفتال الأخرين هيق الانفتال الأخرين والإمتتال الواجيب مشيو دابا المحور الثاني والشخص بين الدر الحرية هدنا جون بوصارت الحرية مطلقة بمعنى الشخص عنده حرية إيمانو الموني حرية نسبية سبينوزا لاحرية بمعنى الشخص ما عندهش حرية دوك بها الطريقة إخوار رغض بطل أمور ديالكم دوك كنتمنا إن شاء الله للتوفيق الجامي فهذا الفيديو إخوار أجمت لكم قاعد دروس اللي يدرنا على الشكل PDF باش إن شاء الله غضي نحطو منيكم دحت هذا الفيديو هذا في الدسكريبسيون باش اللي بغض درس ديك الساعد رغي تليشارجي هالدورس هالدور قدرتهم في جوجل درايف سافي توقيت منيلكم إن شاء الله التوفيق موسيقى